تالت حاجة فرقت معايا قوي في خلال الثلاثة اربع عسابية اللي فاتت دول كانت ودي حاجة تقيلة وحاسة انا قصة ممكن تعمل سولو بودكاست كامل عليها تاني حاجة اسمها positive self image positive self image دي ببساطة جدا جدا هو اقتناعك ان انت كشخص تقدر تعدي الفترة دي وان انت كشخص تستاهل احسن حاجة في الدنيا وان انت كشخص ناجح وان انت كشخص محبوب وان انت كشخص بني ادم كويس وبني ادم يستاهل احسن حاجة positive self image is very 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 difficult عشان دي بتبقى يعني مزروعة فينا من واحدة غيرين وفي ناس بيكبروا في environment healthy وفي ناس بيكبروا في environment بتحسن سيقتهم في نفسهم وبتحسن احساسهم بهم مين في ناس تانية للأسف بيكبروا في environment بيبقوا مفشوقين فيها فهو قصة بيبطالع او هي قصة بتبقى طالع حاسين انه هم مش كفاية وحاسين انه هم نقصين وحاسين انه هم لو دخلوا في مشكلة مش هارفوا يحلوها مش هارفوا يطلعوا منها الفكرة كلها ان احنا عادة عقلنا بيعمل اللي احنا محتاجين ويعمله فلو انت قلت العقلك انت مش هتعرف تحل المشكلة دي عشان انت فاشل عقلك مش هارف حل المشكلة دي عشان هو فاشل بس لو انت قلت العقلك وقلت لنفسك وعلمت نفسك ان لأ حتى لو مشكلة صعبة انا همعرف أحلها عقلك هيارف يحلها وانت كبير يقدم تحلها كده كلام ده حلو وكل ده كلام كل ده ثيلي ازاي تقدر تطبقه من وجهة نظري هو انك تعلم نفسك وتعلمي نفسك وانا بعلم نفسي معاكم ان انا اقدر اتعافى من اي مشكلة ان بحط فيها وان انا هقدر اطلع وانجح من اي فترة صعبة انا تحطيت فيها هو اقتناعك وسقتك واقتناعك وسقتك ان انت فعلا 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 هتقدر تطلعي من المشكلة اللي انت فيها او هتقدر تطلعي من الفترة دي وكل اللي انت محتاجة تعمليه وكل اللي انت محتاجة تعمله ان انت فعلا بس تصدق ان انت تصدق ان اه this is a really fucking tough time but you know what i got it انا باشا فكك مني انا هعدي الفترة دي وهطلع منها كسبان وهطلع منها اتعلمت حاجة وهطلع منها وهكسر الدنيا positive self image is so important عشان we become what we think about we literally become what we think about وانا هعمل podcast كامل يعني غير podcast meditation وغير podcast غير podcast العادية والسولو podcast بتاع meditation انا هعمل سولو podcast تالت اسمه we become what we think about عشان this دي واحدة من احسن حاجات اللي اسمعتها في حياتي واحدة من اكتر حاجات اللي غيروا حياتي لو انت بتفكر كل يوم ان انت فاشل انت فاشل لو انت بتفكر كل يوم ان انت ناجح انت ناجح وخلي بالنا ده بس خلي بالنا ان ده مش معناه ان انت بتشاف ان انت حسن حد في الدنيا وانت بتشتغلش لأ ده مجرد معناه ان لو انت فضلت تقول نفسك انا ناجح وفعلا بينك وبين نفسك في عقلك مقتنع ان انت ناجح انت هتلاقي نفسك لوحدك بتحط مجهود وبتحط وقت وبتسعى وبتفكر في حاجات مختلفة فاشخة وبتروح تسأل الشخص ده عشان عايز تتعلم منه وبتروح تقرب من المجموعة دي عشان عارف ان هما يفيدوك فاشخة بالحطة المعانة وبتذاكر الحطة الحاجة اللي انت كنت عايز تعملها بقى لك سنين فأنا حياتي كلها والله وربنا شاهد على الكلام ده وبصمناك بالعصرة انا حياتي كلها بفكر ان انا ما استهلش وحياتي كلها بفكر ان انا عندي نقص وحياتي كلها بفكر ان انا ممكن ابقى ناجح بس مش هبقى جاحد مش هبقى ناجح نجاح باهر مش هوصل لان انا بقى مثلا سويرس او ان انا بقى حد جامعة فاشخة في اللي هو بيعمله وقد كان قد كان انا ما كنتش جامد خالص في اي حاجة وما كنتش ناجح خالص في اي حاجة وانا مش بقول دلوقتي ان انا جامد وناجح بتاع خالص ولا اي خالص انا فرخة يعني بس ولا اي كنت انا بحاول اقوله هو ان اول لما انا اكتشفت ده وعرفت ان اه انا عشان كده ما كنتش بنجح وعشان كده ما كنتش بوصل للي انا عايزه وبدأت تغير في المنتعاتي بتاعتي ان لأ باشا انا هوصل اللي انا عايزه وحعمل اللي انا عايزه الدنيا بدأت تتفتح بشكل تاني خالص عشان انا بدأت اسعى اكتر وبدأت اشتغل اكتر عشان انا دلوقتي بيني وبين نفسي واسك فشخ ان انا هوصل وان انا هعملها وان ما فيش اي اكسم بالله قاتلي ادخن واحد فيك يا دنيا ولا حد هيقف ما فيش حد هيقف في طريقي عشان ما فيش حد اصلا في طريقي انا عايش الوحدي وطغير فهي دي عشان when you have a positive self image when you believe that you can get through this time when you can believe that you can get through a very difficult time you will get through it ومنسمع بقى قصة زي كتير اوي الشخص اللي لقدر الله يعني يعني ربنا بتلاه بمرض خطير جدا جدا ومرض اللي هو المفهود يعني انت قدامك مثلا شهر شهرين ودكاترا كلهم بيقولوله لا خلاص يعني ودع بقى وبتاعش انت مش مش هتعيش اكتر من مثلا كزا من تلات شهور وتسمع القصة زي كتير اوي ان البني ادم ده قارر ان لأ وانا كويس وانا هبقى تمام وحياته اتغيرت وعاش اكتر من الدكاترا اللي قالوله ان انت قدامك تلات شهر سبحان الله كده كده مش دايما ده اللي بيحصل وكده كده مش دايما ده يعني مش دايما ده السيناريو بس انا هنا بتكلم عن حاجة extreme mode انا بقى هنا مش بنتكلم ان لقدر الله لقدر اي حد فينا عنده مرض اه شنيعة احنا هنا بس بنتكلم ان باشا دي فترة صعبة فترة انت حاس انت مهلك او انت حاسة ان انت مش كويسة بس بس مش كويس عشان اهلك صحابك جامعة مدرسة شغل بغض النظر كل اللي احنا علينا نعمله ان احنا اكتشلي نقتنع ان احنا هنعرف نعدي الفترة دي عشان انت مش هتعرف تعديها لو انت مش مختنع لو انت بتمر في فترة صعبة ومش مختنع ان انت هتعرف تعدي الفترة دي على قد ما الموضوع صعب وعلى قد ما الموضوع مهلك وعلى قد ما الموضوع فعلا فعلا بيبهدلنا. انت لازم تبقى مقتنع ان انت هتعدي. وانت لازم تبقى مقتنع ان انت هتعدي. عشان انا حياتي كلها ما كنتش مقتنع ان انا مش هعدي. وما عدتش. ما عدتش. ما عدتش لحد لما اقتنعت. عدتش لحد لما عدت على نفسي. وديت لنفسي جزين اقليم وقلت باشا. باشا. لا مش الكلام ده. لازم. لازم عدي. لازم اصق في نفسي كفاية واقول ان اول مدامك اصاب ايدلاتي وانا ممكن ابقى مفشوخ so i will be able to get through this because i can because that's the kind of person i am فسوفا اتكلمنا على ان انت يبقى عندك الابارنس الكافي ان انت تقول اه ام not in a good place اتكلمنا على ان انت تبدأي تركيزي على حاجات صغيرة جدا جدا عشان مش لازم تركيزي على حاجة كبيرة قوية وتوصل لها اه كده كده في حياتك ركزي على ال goals الكبيرة قوي بس انو انت دولاتي بتمري فترة صعبة حاجات صغيرة قوي لو عملتيها هتبدأي ترجعي المومنتم وهتبدأي تلاقي ان انت بتنجحي and you're being productive تاني وتلاتة ان احنا لازم فعلا نختنع ان احنا هنوصل وان احنا فعلا هنعدي الفترة دي وان دي مجرد فترة في حياتنا وان الفترة دي مش هي اللي هتكسرك عشان انت اقوى بكتير قوي من ما انت عارفها وانت اقوى بكتير قوي من ما انت عارف وانحنا مش هنتكسر احنا عمرنا ما هتكسر عمرك ما هتكسر وعمرك ما هتكسري احنا بس بنتهان ساعد وبنتفشخ وبيتلع دينا بس بس هتقوم وهتنفض نفسك وهتكبل والدنيا هتفتح لك فشخ وان شاء الله هتوصل لكل حاجة وهتنجح نجاح رهيب بس يبقى عندنا الاقتناء ده يبقى عندنا الاقتناء ان احنا هنعرف نعدي الفترة دي اشتركوا في القناة